جملة مهمة جدا احيان الناس بتغفالها انه بتعامله مع الشخص الحكم ده انه هو شخص جامد كده اللي هو ايه انا ههجمه و هشتمه و هتعانه في شرفه و في زمته المالية و هو مش فاهم انه الشخص ده له اسرة و عيلة و انت بتأثر في كيان بحاله اه طبعا كله بتأثر البيت كله بتأثر والعيلة كلها بتتأثر بالكلام اللي بتقال فاحنا لازم طبعا نفصل نفسنا عن الكلام ده عشان خاطر ايه المباراة اللي انت بعد ما خلصتها روحت بقى لقيت الدنيا مقلوبة في اسرتك يعني قلت ايه طب يا جماعة بالراحة علي انا عندي اسرة و عندي عيشة و عندي حياة حد ايه قالك ما كانش مفوط تعمل كده عشان خاطر الازمة دي و انت عملت لنا ازمة لا هو كان فيه مطش الزمالك و الإسماعيلي في الكاس اللي فات ده انا طردت لعيب من الزمالك و طردت المدير الفني هجوم كاسح علي رسائل و شتايم مش انا بس ده انا و والدي و والدي و زوجتي و و اخواتي طب ليه يعني مع ان انا صح يعني قانون انا طبقت القانون ماليش علاقة بقى مين ده مين ولا ده سين ده صاد انا ماليش علاقة انا بطبق القانون على الكل فدي اكتر مطشة هجمتي فيك بدون من داعي يعني و انا زعلت فيت جدا و قفلت التلفوني لمدة اسبوع لان انا مش عارف اقعد من كتر الرسائل و الاتصالات اللي كان بجيلي حاجة صعبة انا طبع انا طبع انا طبع